اهلا بحضراتكم مرة تانية سوق الانتقالات في اوروبا وكيف يختار المدير الفني اللاعب المميز مش اللاعب المميز بس بنتكلم على اللاعب اللي يركب على طريقة لعب ويمكن نشوفنا السنة لوكاكو مع تشيلسي لما يقدم اي جديد في مشاكل مع تخل مشاكل في دخول لوكاكو في المنظومة لكن على مستوى ليبر بول هنتكلم وعلى مستوى المين سيتي هنتكلم ناقدنا والمحلل العالمي محمد الباز هيقول لنا ازاي الناس دي بتشتغل ازاي يورجون كلوب بيجيب القطعة النقصة اللي شايف انها هتتحط في المكان المناسب في الوقت المناسب وتتماشى مع السيستم الفريق كذلك هنتكلم على طبعا جارديولا طبعا برحب بيك محمد ودايما بتجيب لنا الحاجات الجديدة دايما بتجيب لنا دايما الناس بتتكلم على اه ده لعيب كويس هاته ده لعيب مميز هاته لكن في اوروبا ما بتشغلوش كده بيدوروا على الترس اللي ناقص اللي يكمل المنظومة وبالتالي انت جاب لنا اتنين من اللعيبة الكبار نختار اول على طريق يورجون كلوب مع ليبر بول تحياتي لحظة ده كابتن هاني طبعا نبدأ بنونز يعني الوافد الجديد لخط هجوم ليبر بول القوي زي ما هادتك قلت بالزبط هو دايما ليبر بول ما بيبصش على اللعيبة المميزة الخارقة اللعيب اللي هو بيحرز اهداف كتيرة والعالم كله بيتكلم عليه ويخش طبعا فيه جدالات في الصفقات يعني زي ما شفنا امبابي او حتى هلن دايما ليبر بول عينيه بالسكاوتينج تيم اللي عنده بيشتغل على اكتر من عامل معدلات كثيرة جدا علشان يا كابتن هاني في النهاية يختار اللاعب الذي يتوافق مع طريقة لعب المنظومة اللي هتخدم على الفكر والفلسفة بتاعت المدرب ازاي هشتغل تاكتيكيا مع المجموعة الموجودة ازاي هيكمل مش بس يكون الترس الناقص لا ده هو هيكمل ازاي طريقة اللاعب الاضافة للفريق المرة دي مع نونزا كابتن هاني هو طريقة لعبه ودراسة طريقة لعبه هو طبعا هو هداف الدوري البرتغالي طبعا بين فيكا هنتكلم عليه رقميا بيشتغل ازاي بيتحرك ازاي الفكرة هنا مع نونزا كابتن هاني انه هو هيكون بديل او هيقدر انه هو يساعد ليبر بول طبعا في حالة طبعا رحيل ساديو مانيه طريقة لعبه بتشبه طريقة لعب ساديو مانيه او المنظومة السلاسية المسلس الراب السلاسي مع ليبر بول سواء كان مع صلاح او دياز او حتى فرمينو قبل ما تتكلم على يمكن كمان الناس لفتت نظرة ازاي انت بتقول ليبر بول ما بيخشش اوى في النفقات الكبيرة بالصفقات المدوية لكن لو جينا لنونزد عنده تقريبا مئة مليون يعني تقريبا 85 مليون انتقال غير الاضافات فانت بتتكلم على صفقة كبيرة جدا جدا حتى دياز حتى ما كانتش بهذا الرقم لكن يبقى نونز صفقة كبيرة لليبر بول بكل تأكيد نونز صفقة كبيرة من ناحية الرقمية طبعا يعني وصل ل85 مليون استرليني فده رقم كبير جدا لم نعتد على ليبر بول بناء دفع الارقام الكبيرة ده ولكن نونز بيمتلك قدرات هنقدر ان احنا هو هيخدم على مش ببس ان هو يلعب مع المنظومة لا هيخدم طبعا زي ما قلنا ان هو بطريقة لعبه مع يورجن كلوب هتغني يورجن كلوب بالتفكير عن مثلا ان هما يتتبعوا مهاجمين جداد على سبيل المثال نصف الملعب نصف الملعب هيكون دلوقتي عنده اكتر من اوبشنز اكتر من حلول ان هو يقدر يستخدمه احنا نتكلم تاكتكيا ازاي هيقدر يورجن كلوب يستخدم الحاجات دي تفرجنا تاكتكيا ازاي يورجن كلوب هيستفيد من قدرات نونز في المستقبل وزي انت بتقولت سلاسي كبير جدا بنتكلم على نونز وصلاح وبنتكلم كمان يعني على دياز اللعب الكولومبيا صحيح احنا بنتكلم على نونز بيشبه تقريبا بكل ما شفنا من تحرقات من فينشنج هو بيمتلك قدرات خاصة جدا في تحرقاته بتشبه سادي وماني بتشبه الديناماكية اللي بتحصل حتى ما بين صلاح ما بين هندرسون لما بيخش في العمق بنشوف احنا جايبين بعض الامثلة لنونز يعني اعتقد لما نبص عليها حنا اعتقد ان ده ليفربول اللي بيلعب كوبي بيست من ليفربول بطريقة اللعب ولمسين احمر بكل تأكيد عندنا هدف هنا بيورينا ازاي نونز بيتحرك في العمق ازاي بيخلل نفس المساحة ازاي ان هو بيضرب المدافعين دايما بيشبه طريقة هلند وحنشرحها النهاردة انه هو دايما بيتواجد ما بين السرد بكات دايما تلقيهم في وسطيهم بتحرك ما بين المدافعين بياخد طبعا المساحة بيقدر ان هو يساعد يعني اللاعبين زميله في طبعا خلق المساحات ان هو يكون في مواجهة المرمى ويحرز الهدف معانا مثال بالطريقة دوة كابتن هاني شفنا التحرك في وسط السرد بالرغم ان فيه زحمة كمان زحمة كبيرة جدا خلق نفسه المساحة عدل واحرز الهدف طريقة اللاعب دي بتشبه طبعا زي ما بنشوف مع جوتا او حتى في رمين وفي تحركاته وفي العمق حتى سادي ومانيل ما بيتضم في حالة وجود طبعا دياز في كجناح الشمال في الفترة الاخيرة فيه امثلة كتيرة جدا لنونيز عايزين نبص هنا معانا هو متواجد في نص الملعب كانه كان طار في شمال وكانه وانج شمال بالضبط وده برضو بيخدم على الدينماكية اللي دايما بتحصل مع ليفربول في التلت الهجوم او مع نسلس الهجوم اللي احنا متعودين عليه دايما النزول نونيز في نص الملعب طبعا هنا لو احنا هنكمل في الهجمة كابتن هاني خلق لنفسه مساحة انه هو بيساعد زميله سواء كان متقدم هنا من نصف الملعب لو احنا هنشوف طبعا مع الكنتارة او حتى هندرسون هيقدر انه هو يفتح مساحات هيتشاف بشكل كويس وعنده سرعات وعنده سرعات كبيرة جدا انه هو بيخش ويبدأ يكون خلق نفس المساحة طبعا وابقى اصبح فيه مواجهة المرمى كل الاشكال ديت امثلة كتيرة جدا حتى هنشوف على صعيد التحرقات عند النونيز بينزل حتى في نصف الملعب احنا شوف امثلة كتيرة جدا سادي ومانيزل فيرمينيو كان بينزل بكل تأكيد فهم فيرمينيو او سادي ومانييو لما بينزلوا في نصف الملعب لسحب بعض المدافعين طبعا عشان يخلق مساحات لو احنا بنشوف الوفرلابينج اللي بيعمله حتى ارنولد في تقدمه مع الدينماكية اللي بتحصل من محمد صلاح هنا مثال يعني كويس جدا بيبين لنا ازاي نونيز بينزل لنصف الملعب وبيلعب حتى اللونج بول ده طريقة لعبة حتى ليفربول احنا لو نتذكر مع بعض حتى في البلدقاب عند ليفربول ان هو بيبدأ ان هو في حالة مثلا لما يكون في فريق بيلعب عليه ضغط عالي فالضغط العكسي او بيبدأ ان هو يستخدم حلول كالكرات الطولية العالية وده لو كوبي بيست هنقدر نشوف في حالة زي ده محمد صلاح او حتى ارنولد او لو محمد صلاح يخش في العمق او هندرسون يخش في العمق بيفضي الجناح هنا لارنولد ان هو يتقدم المثال ده بيعمله النونيز يعني كل الامثلة اللي بتوابينه هو تقريبا المثالين اللي انت قلت عليهم دول هو في ناحية الاختراق هو متميز جدا وناحية كمان هو ممكن يبقى ناحية الشمال كجناح ومركز جناح يمين وبالتالي تاكتيكيا مشابه بشكل جدا يقدر يكمل الفكرة نفس المثال كابتناني ولكن من ناحية اليمين ده نونيز دايما نشوفنا كتير جدا في المعبن فيكا هو موجود ناحية اليمين يقدر ان هو يكمل المثلث السلاسي مع ليفر بول ان هو بياخد المساحات بيتلاعب بيخش طبعا في العمق بيعتمد على قوته والدريبلينج عنده عالي جدا معدلات طبعا المهارات بيقدر ان هو عمل العرضية في المثال ده يعني احنا لو نتخيل معنا ليفر بول هو اللي بيالعب بالضبط طيب احنا نعف شوية عند نونيز هنا عايز نتكلم برضو اخر مثال معنا قبل ما نخش في طريقة لعب كلوب وازاي نونيز حيساعد في تغيير طريقة لعبه ده سؤال مهم جدا هنا مثال ايضا يا كابتن هاني في اللونج بول سوف نونيز هنا في نص الملعب نازل علشان ياخد ايضا مساحة ويساعد في البلد اوب من الخلف اللي دايما بيلعبه يعني لو فيه ضغط على الفريق والواجل بينزل بياخد واحد معه عشان يفضي المساحة اللي وراه ممكن يكون فيه اختراقات من وراه بكل تاكيد وبيلعب الدور ايضا الضغط اللي كان بيعمله سادي ومانيز دمان لما كان بينزل بيرائب اي انحى سواء او بكات من الخصم ويبدأ اشتغل عليها احنا عايزين نقول هنا هل سيستمر يورجن كلوب بطريقة لعبه اربعة تلاتة تلاتة ولا بسبب وجود نونيز هيبدأ ان هو يغير طريقة لعبه الخبراء هنا والتكتيكيا بيقال ان لأ تقريبا يورجن كلوب حيروح يلعب بأربعة تنين تلاتة واحد ويلجأ هنا لرقم عشر او وجود رقم عشر اربعة تنين تلاتة واحد ويستخدم نونيز كطبعا سنتر فورود انه يقدر يلعب كمهاجم صريح داخل البوكس ويلعب بتلاتة تاحده تايما صلاح في اليمين ودياز في الشمال وتحتهم سيكون هنا في حلين يقدر ان هو يستخدمه سواء كان جوتا لان جوتا قبل كده لعب بصانع علعاب برقم عشر بشكل كبير جدا دي من المميزات اللي هيقدر استخدمها وده طريقة اللي لعب بيها مع بروسيا دورتمون في 2016 وكان مميز جدا يورجن كلوب بيا وجود نونيز هيدي حلول كثيرة جدا زي ما قلنا سواء كان جوتا او حتى فرمينو او حتى الكنتارة لما يلعب نص ملعب كتلاتة خلف نونيز نونيز بيلعب ايضا اربعة اربعة اتنين مميز فيها جدا جدا في حالة طبعا عدم حيازة الكورا في اللعبة على ليفربول دامن بتحول لأربعة اربعة اتنين او حتى تلاتة اتنين خمسة ايضا في حالة الهجوم في حالة طبعا لما بيدخل ارنولد في نص الملعب كل الحلول ديت والامتنات ديت هنشوفها طبعا بطريقة الدينماكية والمرونة التاكتيكية اللي حيستخدمها يورجن كلوب مع نونيز واضح جدا ان كمان هيبقى فيه مرونة تاكتيكية زي ما بتتكلم عليه يبقى حتى تعودنا يورجن كلوب اربعة تلاتة تلاتة صريحة وجود لعب زي دوت كمان بيديوله اولوية انه ممكن يغير طريقة اللعب بشكل او باخر ممكن يلعب بشكل اربعة اتنين تلاتة واحد ممكن يلعب اربعة اربعة اتنين لكن في وجود نونيز كمان كهداف هل قلت فرص فرمينيو خلاص بقى الموضوع بالنسبة لفرمينيو هيبقى صعب عليه السيزن الجاي انه يشارك بصفة مش بصفة اساسية لكن حتى على مستوى المشاركات القليلة اللي عملها السنة دي هو هيكون وراء رابحة ليورجن كلوب لان في طريقة اللعب اربعة اتنين تلاتة واحد هتساعد يورجن كلوب انه هو يقدر يعتمد على جوت او حتى فرمينو انه هو يلعب كتحت نونيز او في حالة طبعا مثلا يقدر استخدمه كورقة رابحة انه هو يرميه في اوقات معينة من المباريات او يعني في عدد دقائق معينة تبقى دفع قوية او تكملة هجومية زيادة هجومية مكان نونيز او حتى طبعا الدينماكية لان شوفنا نونيز بيلعب من ناحية الشمال بشكل قويس جدا يسحب دياز وينزل فرمينو كرص حرب طيب 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 اتطامن على ليوربور خلاص تاكتيكيا طبعا بيشتغل بطريقة مميزة جدا انا دلوقتي ساديو مانيه محتمل كبير خلاص يعني تقريبا هتحسن في الايام المقبلة مع باير ميونيخ وبالمناسبة الخبراء الكرة ترقدم في المانيا طلعوا في تصريحات يعني مسيرة للجدل وقال لك احنا ليه باير ميونيخ مخدش نونيز مخدش نونيز لان رقميا والمعدلات طبعا هو دفع مبلغ كبير ليوربول في نونيز احنا نونيز كان بالنسبة لنا لاعب سنترفورد او رقم 9 مهاجم قوي جدا حيكون بديل لليفا فاحنا بالنسبة لنا ده علامة استفهام هنا وطبعا يعني فيه لوم كبير جدا على حسن صالح في المدير الرياضي في التالي وخلي بالك ده مهم جدا ان احنا نرجع تاني لرؤية المدير الفني اللي عنده عين رؤية المدير الفني اللي بيبص لقدام يوجن كلوب في وقت معين جاب لويس دياز وحط ضغط كبير جدا على محمد صلاح وعلى ساديو مانيه وكان لعيب اكتر من رائع وعنده مستقبل كبير كمان اعتقاد الشخص ان نونس كمان من الاوراق المهمة جدا اللي اللي يعب بها يوجن كلوب في الترانسفير ده طيب خلينا نروح للمنافس نروح للمان سيتي وتعاقده مع هالند طبعا وجود هالند ولاعب زي نونس في الدور الانجليزي هو قوة هجومية كبيرة جدا واضافة للدور الانجليزي طبعا هم نتكلم في اتنين هدفين هيكونوا منافسة كبيرة جدا طبعا لمحمد صلاح في الاستبرارية في المنافسة على افضل هدف الدور الانجليزي وطبعا عندنا في توتنهام سواء كان كين هاري كين هيكون برضو منافسة قوية جدا هاري كين قال كده هاري كين قال مع وجود هالند مع وجود نونس هكون الامور الحزاي الزهبي حيبقى صعب جدا صعب جدا منافسة شرس هالند اتكلمنا كتير على هالند هالند كابتن هاني ليه من سيتي اختار هالند وليه هو فعلا حيتماشى مع طريقة لعب بيب جوارديولا طبعا بكل تأكيد من سيتي كابتن هاني العام الماضي احرز تسعة وتسعين هدف اقوى خط هجوم في الدور الانجليزي ايه مشكلتي يعني تسعة وتسعين هدف والحقه هو البطل الدور الانجليزي وجاي براس حربة ليه بقى هنا المشكلة هنا التحليل هنا السكاوتنج اللي بقى بيشتغل صح بيقول احنا نقطة الضعف فين نقطة الضعف عند المان سيتي كانت في اهدار الفرص المحققة اربعة وستين فرصة ضاعت من المان سيتي وده رقم ضخم اكتر فريق ضيع فرص محققة هو المان سيتي العام الماضي طيب نعمل ايه هالند بالإكسي جي بتاعه والإكسبيتت جولز بتاعته بتدبى ثلاثة او اربع اهداف اكثر من المعادل التهديف او الاهداف الذي احرزها فبالتالي هو ده انسب لاعب ان هو يقدر ساعدنا في الفرص يعني او تحقيق الفرص او احراز الفرص يعني علشان برضو الناس تفهم ان المان سيتي كانت مش مش مشكلته في الاهداف جايب تسعة وتسعين هدف لكن كمان مشكلته في ترجمة الفرص بيخلق فرص كبيرة جدا للتهديف لكن اهضار الفرص كانت بالنسبة له مشكلة وهلند هيحل هذه القصة بكل تأكيد يعني خلق الفرص للتهديف كانت مية اتنين وعشرين فرصة مية اتنين وعشرين فرصة منهم اربعة وستين فرصة طب هلند بقى بيعمل ايه اقول لنا بيعمل ايه عشان المان سيتي قالك لا ده هو ده الورقة اللي بالنسبة لنا قطعة لنقصة صحيح هلند دايما من اللعيبة اللي بتلعب نفس الكلام ما بين الخطوط ودايما بيلعب على ان هو ذاكي جدا هنشوف معنا مثال ازاي هو بيتحرك ما بين الخطوط ونبدأ ان احنا نجيب يعني نشوف الهدف من الاول بياخت من اللعيبة السريعة جدا قوي جدا فبالتالي فيخلق اي مساحات اللعيبة حتى معها مع بروسيا دورتمون بيرمو الكرة في المساحات وخلاص انا واثق ان هلند ده هيجيبها هلند دايما بيعمل الفنت الذاكي جدا في خدع المدافعي ده من اهم المميزات يعني ده مثال معنا بيورينا زي هلند بيتحرك هو طبعا في السورة الابل كده كان لسه وراه فان هو يقطع مسافة كبيرة جدا ويخلق مساحة ان هو يقدر ان يروح على المرمى ويسجل الهداف معدل تهديفه زي ما قلنا من ثلاثة للاربع هداف زيادة عن الاهداف اللي هاتي احرازها فطبعا ده هيكون عامل مساعد جدا احنا عندنا امثلة كتير جدا لهلند هنا نفس الكلام نفس الكلام بتواجد ما بين الاثنين سرد بكات او في وسط الخط الدفاع ويبدأ ان هو يتحرك ويتوغل بينهم هنا دايما بيخدعهم ما كابتان هنا لو في صورة قبل كده او في فيديو هيبدأ يورينا ازاي هو خدعهم خدعهم عايز يروح قدام ويرجع لورا يعني احنا نفس المثال لو رجعنا في الصورة اللي قبلها هنا بالزبط هو خدعهم خلاص اصراحوا في حتة تانية هو بدأ ان هو ياخد المساعة البعيدة واحرز الهدف هنا طبعا عايزين نقف شوية عند هلند هلند دايما يقال هو طبعا بالارقام اكثر اهدافه اكثر من 95% كانت من الست او الاربع من جوال بوكس نفسه وده لاعب طبعا بيعني مميز جدا في الحتة دايما يقال ان هلند يعني سوري لو خرج بره التمنتاشر مش هيكون بنفس الكفاءة لا على العكس لانه هو اصلا ساهم في سبع اهداف والسبع هداف الاسست السبع هداف السست العام الماضي كانت كلهم من خارج التمنتاشر شفنا اصلا وحنشوف كمان نزول هلند بره التمنتاشر وانه هو بيسحب معه لعبا كمان عنده كمان سرعات يا محمد كمان عنده سرعات يعني انا لو لعيب عندي سرعات اكيد هستفاد ان انا ممكن انزل وفي جزء من الثانية هابقى عندي انطلاقة سريعة جدا ولعيب عنده سرعات كبيرة جدا جدا نسعي ايه في جزء صغير طبعا عند هلند هيخدم على طريقة لعب المان سيتي وزي ما احنا عارفين ان دايما المنافسين امام المان سيتي بيلعبوا طبعا اللو بلوك العالي جدا والكمباكت باربعة خمسة ستة مدافعين في حالة عدم حياسة الكرة لان هو فريق بيلعب ضغطة عالي زي ما احنا عارفين فبالتالي وجود هلند وتحرقاته الزكية بين خطوط المدافعين او بين السرد بكات هتساعد شكل بير جدا لترجمة معظم هذه الاهداف طبعا معظم اهداف هلند جات من ناحية الشمال ودي النقطة القوية جدا عند المان سيتي طبعا بوجود جريلش او زيادة كانسيلو زي ما قلنا قبل كده بيخلقوا في الحتة دي طبعا عندنا طبعا فرص كتير جدا جدا من ناحية الشمال وكمان هلند يعتبر كمان تسعة يعني تسعة سترايكر ده اللي كان كل الناس بتقول ان يعني جارديولا بيشتغل بشادو سترايكر دايما ما فيش رأس حربة بشكل اساسي فممكن يشتغل بالاتنين يشتغل به كشادو سترايكر من تحت ويشتغل به تسعة كرأس حربة متواجد داخل التمنتاش وانت زي ما قلت ارقامه كلها بتقول ان هو هداف في البوكس يعني بوكس بلاير وده مهم جدا دي بروين هيقدر ان هو يخدم عليه بشكل كبير جدا اللي احنا عارفين طبعا دي بروين بيرمي كورة يعني ساحر بيوصل المهاجمين بشكل كبير جدا عندنا طبعا المقارنة الرقامية والصورة الحرارية الاول نشوف الهيت ماب يعني ممكن نشوف الهيت ماب لهالند كانت شكلها عامل ازاي لو عندنا وقت يعني هالند وتحركاته اللي يعني بنقدر نشوفها في كل مكان في الملعب هنا طبعا ده النصف الهجومي طبعا زي ما انت قلت اه هو متواجد دايما الاحمر الزيادة دوت هو التواجد الاكثر تواحدا فيه هو بوكس بلاير ولكن بيساعد في العملية البناء بيساعد في عملية اذا كان ناحية اليمين في وسط الملعب او ناحية الشمال لكن هو بوكس بلاير شايف هو بوكس بلاير تحركاته عشان طبعا بتعتماد على سرعاته بتساعد بشكل كبير جدا ده شكل الهيت ماب لهالند معنا الهيت ماب ايضا للنونيز برض لو فيه وقت ممكن نبص عليها سريعا قبل من خش على المقارنة الرقامية كان هالند ده هالند يعني لو نخش على نونيز او لو يعني ممكن نخش على المقارنة الرقامية اه عايزين نعرف برضو بالارقام يعني لغة الارقام قالت اين تعامل مقارنة بالارقام برضو نعرف الارقام بطول اي اي صحيح يعني احنا معنا مقارنة رقامية ما بين التوب فور او احنا افضل اربع مهاجمين في العالم في الموسم الاخير او طبعا تلات اربع موسم من الاخيرة ابرزهم طبعا نونيز اللي اتكلمنا عليه وهالند وبنزيما وليفا ليفاند فاسكي المقارنة هنا بتورينا بالمعدلات الزمنية للتهديف ونسب تحويل الفرص لاهداف ازاي بتترجم رقميا شوفنا تكتكين اتعامل ازاي رقميا بيقول هنا كابتن هاني ان النونيز في الاهداف المتوقع يعني 0.54 معدل التسديد بتاعه 2.8 نسب التهديف او الكونفرجن من كل الارقام دي طبعا هو احرص 26 هدف في 1996 دقيقة ده بيقولك ان كل 76 دقيقة بيجيب جوند ده رقم عالي فنسبة التهديف الكونفرجن اللي ترجمت الى هدف 30% وده اعلى اعلى نسبة تهديف في الاربع مهاجمين التوب لستار اللي احنا عارفينهم هالند او بنزيما او حتى ليفاند واسكي نونيز بيعديهم كلهم فيه نسب التهديف بنان على كل الارقام اللي حصل هالند نفس الكلام هالند لعب 1914 او يعني 24 مباراة احرص 22 هدف الموسم الماضي ده بيقولنا ان كل 87 دقيقة بيجيب جوند اهداف من كرات ملعوبة يعني من غير ضربات جزاء بالمباراة يعني 0.82 الاهداف المتوقع 0.94 لو بصنا في المقارنة رقمية كابتان هالند هو اعلى واحد في ال اكس جي في الاكسبيكتد جولد زين بوينت 94 بالمباراة ده معناه ان هو هيخدم او يحل المشكلة اللي احنا شرحناها مع المان سيتي ده بالنسبة لهالند بنزيما طبعا وليفاندوسكي ارقامهم عالية جدا زي ما احنا عارفين 27 هدف لبنزيما في الموسم الماضي وهو هدف الدوري الانجليزي 96 هدف كل 96 دي بيجيب جون 74 او 0.74 اهداف من غير ضربات جزاء الهداف من كرات ملعوبة الاهداف المتوقع الاكس جي بتاعه 0.73 معدل تسديد 3.66 وطبعا نسبة الكونفرجنت ازاي حول دوت الاهداف 25.96 ليفاندوسكي نفس الكلام مقارب من بنزيما في ارقامه 35 هدف ده معدل 4 كل 4 يعني ارقام ارقام نطلع منها بجزء بنقطتين النقطة الاولى هي هالند في الاكس جي والالكسبيكتت جولز بتاعته اللي هتخدم عن من سيتي وطبعا نونيز في ازاي هو بيحول الفرص زيات وتحبب تحركاته اللي شنها لأهداف كنسبة وانا هطلع من الكلام دوت ان احنا كمان ده يعني رؤية واضحة جدا لكل المدربين انك تختار ازاي تختار لعيب اللغة الارقام مهمة جدا انك تجيب قطعة نقصة مش انك لأي لعيب كويس يجي ويبقى عندك مشكلة في ازاي يخش الفرقة لا الناس دي بتشتغل وبتشتغل من بدر شوية كل دوت يعني بنشكر طبعا محمد الباز نجمنا العالمي على زي يعني التحليلات الرائعة محمد بنشكرك شكرا جزيلا ودايما من برا الصندوق زيما بيقولوا يعني بنستمتع كل خميس يعني فقرة رائعة معك شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا محمد شكر واصل لحضراتك ودي نهاية حلقتنا النهاردة يوم الاثنين القادم حلقة جديدة ويوم جديد من المحتلف